وزير يا وزير وزاعة الفقير نظم منتسبوه الاسعاف الفوري في وزارة الصحة والبيئة اضرابا شاملا في جميع المحافظات وذلك للمطالب بصرف مخصصاتهم المالية المتوقفة منذ سنين اولا مطالبنا الخطورة خطورة مية بالمية بعد ما نتنازل عن الخطورة اللي هي مية بالمية اكو دوائر ما ما استحق الخطورة مطينا الخطورة واحنا 24 ساعة بالشارع كل الاحداث احنا ما عندنا خطورة اساسا عندنا مهارة السياقة فقط فقط مهارة السياقة اللي هي 87 مقطوعة ما عندنا خطورة كمسؤول تنسيقية اقول وزارة الصحة وزارة الدكتور لا غير وزارة الدكتور كل شي مستثنين به بالذات محاربين لأسعاف الفوري قسم الأسعاف الفوري محارب من الكل باجات اللي هي باجاتنا اللي معرفين احنا بيها المفروض احنا معرفين كلها اكسبايا هذا احد الباجات شوف هذا احد الباجات شوف اش قيت هاي كل اغلبية المنتسبو طالبوا الجهات المعنية في وزارة الصحة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة والمتأمثلة بالمخصصات والساعات الاضافية ومصاريف الايفاد ساعات العمل الاضافية يا حبيب من 2014 توقفت عمل ساعات العمل الاضافية رغم احنا تشننا ب2013 نستلم هاي الساعات العمل الاضافية جاين داوم اكثر من 90 ساعة بالشهر عندنا عدة كتب اللي هي تثبت موجودة عندنا بزمن دكتور عديل حمود اللي هو هذا الكتاب وتقدر تاخذه بالكاميرا وخليشوفها دكتور عديل من سنة 2015 اللي هي سلطة وزارة الصحة ولحد الان ما مصروف هذا الكتاب ونطلع عليهم مظاهرات بزمن دكتور عديل حمود دزي نقوات الشغاب يضربون المنتسبين وتمنع التقطية الاعلامية بوقتها اخذوا سياراتنا زي نقارب السنة او ما اكثر من السنة اللي احنا جاينا نلتقي التقينا بدكتور هاني اللي سوان قبل فترة شنا طالعين مظاهرة بالباب الوزارة عشرين الهدعاش طلعنا عليهم سوينا مظاهرة تفاوضوا ويانا بس تفاوضوا هم طلعنا كتب زي نحنا شبعنا من الكتب حبرنا على ورق ما عدنا مصداقية ما عدنا مصداقية بعد وزارة الصحة السايق داخل دورات اصعافاته ولية يعني يقدر يضرب ببرة يقش ضغوط يعني سي بي آر يعمل السايق مدرب تدريب المسعف زي نحنا بتحرير الموصيل احنا اللي طلعت نقص كوادر عدنا بتحرير الموصيل طلعت بس واقع السايق يشتغل يضم الجريح ويشتغل ايضا يسوق سيارة بالحال كان هو يشتغل ان الوزارات كافة الوزارات رقت منتسبيه وطلت مكافآت الى الاسعاف الفوري احنا من رجع لنا بالعكس عقبونه يعني كأنما احنا كنا ويا الدواعش ما كنا ويا القوات الامنية والحجي الشعب هاي المشكلة يعني عن واحد من الناس من رجعين قالوا للتحتيات روحوا غير مكان داوم القرار الاخير قرار 61 المجلس الوزراء اللي خصص مبالغ خطورة بزيادة الخطورة 80% الى المسعفين الممرضين وبقوا سواق الاسعاف بدون مخصصات هذا زاد الطين بله وخلى الفارق الطبقي بين الموظفين مع العلم هم يعملون في سيارة اسعاف واحدة سائق الاسعاف والمسعف الموجود في الاسعاف ايضا يعمل كفريق عمل متكامل الاسعاف الفوري يحتاج الى قانون ونحن طالبنا منذ عام 2011 بقانون خاص الاسعاف الفوري حالهم حال الطب العدلي ولكن لا احد يسمع منا مفاصل الوزارة وخصوصا المدراء العامين ودرجات الخاصة الموجودة في الوزارة لا تتبع اسلوب التعامل الطبيعي مع صغار الموظفين لحد الان اي مسؤول كبير في وزارة الصحة لم يأتي اليهم منذ ثلاثة ايام الاضراب مستمر ولكن دون جدوى لا يستمعون الى هذا الصوت الحقيقي المعبر والاضراب الذي مستمر منذ ثلاثة ايام وليس في بغداد حتى في المحافظات هناك محافظات عديدة خرجت باسم الاسعاف الفوري اولا تشد من ازر المتظاهرين الموجودين في ساحات التظاهر من اجل العراق الجريح وثانيا هم لديهم طلبات خاصة من اجل تحقيقها والمطالب الحق الموجودة في الساحات العام هل تعلم انه تضررت السيارات الاسعاف اثناء المظاهرات هل تعلم اننا فقدنا شهيد وحوالي اربع جرحة وقسم منهم خالتهم خطرة من المنتسبين القسم في المظاهرات الاخيرة اللي ادعو من خلال موقعي هذا رئاسة مجلس الوزراء رئاسة مجلس النواب رئاسة الجمهورية كافة المسؤولين في وزارة الصحة الى الاهتمام بهذا القسم الان لا يحصل على ابسط حقوقه وهو مخصصات خطورة مهنية وهو ساعات عمل اضافية رغم المشاقع رغم التعب رغم ما جرى بالبلد من احداث وانفجارات واحداث امنية ويعني كلها يتحمله اضافة الى الدور الانساني كنا شاركنا بعمليات تحرير الموصل بيجي تكريت كلها بالانفجارات بمظاهرات ثورة تشرين اللي هي ساحة التحرير منطعة السيارة تسعاف تكسرت فجأت هنا باللقاء الناطق بوزارة الصحة يقول ما عندنا كل اضرار مع العلم عندنا احد الاخوة احمد لفته انضره بظهره طلقه رصاص عندنا اللاخ يعني اصابات طفيفة يعني مثل العب دخانية دقة بالسيارة ما لسعاف قطع اصبع عندنا الاخوال الدخان قطع اصبع عندنا هواي حالات وزارة الصحة ما كان ذول منتسبين وزارة الصحة وفيما يستمر اضراب منتسبوه الاسعاف الفوري في بغداد والمحافظات يخشى الكثيرون من ان يؤثر تعطيل خدمات هذه الشريحة المهمة على الواقع الصحي في البلاد اذا صار لا سامح الله لا سامح الله لا سامح الله بردو السلام على العراق واهل العراق اذا صار حادث ارهابي اول الناس همملي هاي وحده ثانيا اذا صار لا سامح الله خرق في التحرير اول الناس همملي وكذلك الحالات الخاصة يعني مو الحالات الباردة نقول عليها الحالات الخاصة هم صح مضربين بس الحالات الخاصة بالتسيق طبعا الحالات الخاصة الانسانية احنا ترفع احنا عملنا اكتر من هو انساني وليس وطبع احنا تماسنا وين مريض مباشرنا فالحالات الانسانية الحالات أسمح الله الحوادث الكوارث لا هذا موضوع يصر خاص الله يبارك بي من قسم الاسعاف الفوري في مركز العمليات وطب الطوارئ في بغداد لوكالة الداعي نيوز بهاء الطائر هذا وعد هذا وعد اسعاف ما تطع بعد هذا وعد هذا وعد اسعاف ما تطع بعد